السلام عليكم أهلا وسهلا بجميع قناتيك هنا جورجا كيزين ترحب بكم ونقول لكم إذا كنتوا أول مرة زروا القناة دامونا بالاشتراك مع تفعيل الجرس هكذا يصلكم جميع جديد الوصفات والقناة بإذن الله اليوم نعطيكم الوصفة التقليدية الأصلية لوصفة الغريبية محبوبة كامل كامل للجزائريين وهي الغريبية تذوب في الفمطرية وتحافظ على الشكل أثناء الطهي في الفرن أبدا تحافظ على القوام بتحها بإضافة مكون واحد فقط أكيد راح هذا الوصفة تنجح معاكم خاصة المبتدئات اللي عمرهم نجحت معاهم هذا الوصفة تبعوا هذا الطريقة أكيد 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 راح تفيدكم وتعتمدوها بإذن الله ونقركم فرجة ممتعة مقادر هذا الوصفة مقادر مضبوطة كيلو بالكوب هكذا نسهل عليكم العملية نعطيكم المقادر أثناء تحضير هذا الوصفة نحضرها بالفرينة أكيد لازم نازم تغربلوهم تتفادوا كامل الحبيبات نصحكم بالفرينة من النوعية الجيدة تنجح معاكم 100% هذا الوصفة نغربلوهم إذن ندخلوا كمية كبيرة من الهواء لهذا العجينة يعني لازم إلا غربلتوا هذا الفرينة مرتين تكون أحسن نضيف إذن الكوب الثالث نفس الطريقة نكمل نغربل فيهم بعدها نكمل المكونات الأخرى نضيف السكر الناعم بنفس الكوب نصف إذن نديره نصف الكمية طبعا نصيره نتفاده الحبيبات كما قلت لكم إذن ثلث كيلة أو ثلث أكواب من الفرينة نصف كوب سكر ناعم ضيفوا لها مرس ملعقة صغيرة من خميرة الحلويات المكون السري لهذا الوصفة ليخليها يعني تحافظ على الشكل التحاوجكم ترية والذوب فلفم هو ملعقة كبيرة من السميد السميد أرطب أو لسومولفين هذا هو المكون ليخليها مجيكم ما شاء الله هذا السر يعني قليل قليل ليبوح به ولكن يضيفوه ناس الزمال لهذا الوصفة نبسوا هذا العجينة إذن نديرها ملعقة كبيرة من المارغارين مع ملعقة كبيرة من السمن أنتما إلا حبيتوها تديرو إلا حبيتو تديرو كامل يعني 2 ملعقة كبار السمن كما تحبوه أو مارغارين إلا حضرتوها بالزبدة الحيوانية أو الزبدة العادية كما قلت جيكم أحسن وأفضل والبنت جيكم رائعة ولكن نكتفيو بالمارغارين والسمن نبسوها جيدا جيدا يعني نحاول ندخل هذا اليدام في هذا الوصفة أكيد راح نزيد لها الزيت واللم لهذا الوصفة بها عادة في وصفة الطريقة الجديدة أو الطريقة للعصرية لهذا الوصفة هو أنه نخلط السوائل في الأول يعني السكر ناعم والزيت بعدها لموها بالفرينة ولكن هذه كما قلت لكم على الطريقة التقليدية لموها بالزيت نبدأ إذن لموها ولكن أشير إلى النقطة في هذا الوصفة يمكن تنكهو هذا العجينة وهذا الغريبية بالفانيليا ولكن أنا نفضل النكة هذا الغريبية بالقرفة اللي يحبها يضيفها يمكن كي لا يدير الكوكا والمرحي المطحون يعني يطحنوه جيدا يولي على الشكل غبرة ولكن ما نصحكمش في هذا الوصفة إذا نكهوها كما تحبو بالفانيليا أو أو القرفة لموها إذن بالزيت بعدها نوري لكم الكوب من الكيمياء نخليوها بقوام الطريق أبدا تخليو هذه الوصفة خاصة في هذه الطريقة يعني طريقة تخليوها يابسة خليوها الطريقة تشكلوها بكل سهولة لا تخافوهاش ما راحش تهبط في الفرن قتلكم ضفنا لها الملعقة كبيرة السميد هي اللي راح تشد تحفظ على القوام أثناء الطهي الفرن تعكم في هذا الأثناء تكونوا شعلتوه في درجة حرارة كبيرة بسف بسف يعني تسخنوه جيدا الفرن لأنه غير نحط هذا الغريبية في الفرن نقص للنار حتى 150 هكذا تاخذ الوقت تحت طيب من الداخل وتتشقق يعني حطوها الفوق تماما تعال الفرن يعني الفرن تعالي تعال الغاز إذن يعني كل واحدة تعرف الفرن تعالي تحطوها في الرف تعال الأعلى حتى يعني تاخذ الوقت طيب غير تشوفها من الأطراف تحطوها فقط اللون الزهبي إذن إخلاص ما تنحوهاش ما تمسوهاش وهي ساخنة وإنما تتفتت إذن شكلوها على الطريقة التقليدية حكموها بها الطريقة أظن أنه هذا الفيديو واضح وهو الشرح يعني شرح مفصل إن شاء الله فهمتوني وفهمتوا الطريقة أكيد بزاف 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 وصفات حتى في قناة في قناتي أو قناتي أو قناتي جورجا كوزين كان وصفات تعال الغريبية يعني الحمد لله كين تعزيت كين تعسمن كين تعال الزبدة أو المارغارين يعني حتى تكم وصفات يعني يمكننا تشوفوهم ها هي الكمية لإغليق ذات ليكوب إلا ربح تحزيت يعني لميت بها هذا الفريناق وقتلكم هذا العجناء وهذا الغريبية حبذا حبذا نركز على نوعية الفرينات كون من النوعية الجيدة مهم جدا لنجح هذا الوصفة إذن يعني أنشكل فيها على الطريقة التقليدية فقط بالأسابيع رحوا لها غير أبلع قلب هذا الطريقة أكيد لنجح معكم المبتدئات هذا الوصفة على بالي بلاي أكو رحين تعتمدوها وتحضروها وتبحثوا لتطبيقتكم على انستغرام كينة جورجا كوزين أو المجموعة الخاصة بالقناة على الفيسبوك جورجا كوزين ها هو بعد ما كملت البلاتو الأول يعني مشاء الله خرجت لي كمية معتبرة نزينوها بالقرفة للي ما يحبش القرفة يديلها الكاكاو أو يديلها حبك تاع الكاوكاو وتاع اللوز يزين بها هذل الغريبية ولكن التقريدية الأصلية الغريبية تعنا نزيد ندير لها القرفة وزنهم وزن 40 غرام أنا هنا وزنتهم 40 غرام إلا حبيتهم عفون صغار ديرهم 30 غرام أو 30 غرام إلا حبيتهم كبار بالسف ديرهم حتى 50 غرام ها هي بعد ما خرجناها من الفرن خليتها وقت يعني لازم دخلوها تبرد وإن لا ما إلى نحيتها أو نحيتها من السن والبلاتو وهي ساخنة رح تتفتت أكيد ننصحكم طيبها على ورقة الزبدة أو البابيس الفيريزي هكذا ما تلسخش لأنه فيها كمية من الزيت ها هي إذن غير تأخذ لكم اللون من الأطراف تشوفها بهذا اللون البني نحيوها يعني نجيكم مشاء الله تذوب زوبان والبناء ما نحكي لكمش جربوها ولنجحت معاكم دعوة الخير وما تنسوش الاشتراك في القناة الدعم دعمتكم هو لي يعني يقدم في القناة تقول لكم إلى اللقاء